دون رد هنا في الجزائر تبدو سهلا نظن أنه كلمات هذه نقول فكرة القدم ما تكونش لأنه هذا اللقاء في مسيرة الطريق هذا إلى مونديال 22 بقاطر إن شاء الله على المنتخب أنه يفوز أولا بهذا اللقاء حتى ولو تسير هذا اللقاء الأهم هو تسير هذا اللقاء بدكاء لأنه يوم 16 عنا اللقاء اللي سيكون هام وحاسم لكن نظن أنه الناخب الوطني منذ بدايته في هذا المشوار مع المنتخب أنه في كل مرة عنده حلول عنده كيف نقول الحديث مع اللاعبين تأو في المستوى نظن أنه اليوم إن شاء الله حتى ولو لقاء أنا حسب رأيي رح يكون سهل لكن لازم تسير تأو يكون بدكاء تلت نقاط وعدم ربما كان لعبين اللي عندهم كما نقول ديكار طان ولا يجب أن يجب أن يجب أن يكون لقاء لحاسم لكن الأهم هو أنه اللقاء تحضيري تلت نقاط لكن بصفة عامة هو تحضيري للقاء يوم الثلاثة إن شاء الله في انتظار طبعا الكشف عن تشكيلة التي ستشارك اليوم في رأيك هل سيشهد المنتخب تغييرات اليوم مقارنة بالمباريات الماضية؟ نظر أنه اليوم النخب الوطني عنده مجموعة من لهابين خاصة أنه هناك بطاقات لعبين يملكون بطاقات وغيابات أخرى بسبب الإصابات نظر أنه اليوم النخب الوطني عنده خيارات عديدة أنه يقدر عنده فريقين نقولها بكل صراحة أنه عنده فريقين والأهم هو فوز بهذا اللقاء وتحضير اللقاء الحاسم ليكون يوم ثلاثة مرة أخرى نقول لك أنه اليوم حتى ولو سبحان الله في طريقنا قاهرة أنه قاهرة كانت تتويج الفريق في كأس إفريقيا واليوم القاهرة ستكون باب إن شاء الله للذهب من المونديار في قطر إن شاء الله قراءتك للقائمة التي استدعاها النخب الوطني للمبارتين مباراة اليوم أمام الجيبوتي وكذا مباراة يوم الثلاثة أمام بوركينا فاسو قراءة نقول لك أحسن لعبين لدينا حتى ولو فهي غياب عطال لأنه بالإصابة بالليلي كذلك ربما من أحسن لعبين تعلموا انتخب الوطني حقيقة لكن نظرنا أن المجموعة بصيفة عاما لدينا اللعبين الحمد لله لدينا اللعبين اللي عنده إمكانيات لأنه لما تكون في هذا المنتخب ولا في هذا المجموعة عندك إمكانيات ولا بالرحمة في مكان في مكان يوسف نظن أنه قلت لك اليوم الناخب الوطني الحمد لله عنده خيارات عنده لعبين عنده كما نقول احنا لعبين يقدروا يلعبوا في أي مركز في مركز أو مركزين كل لعب اليوم يقدر يلعب في مركز أو مركزين حتى 3 مركز نظن بصيفة عاما أنا نظن أنه ثلاث نقاط ستكون من نصبنا إن شاء الله وأنا كل يوم نخم أنا شخصيا نخم على القرآة لقاءات السد لأنه هذا اللقاءين حتى ولو يكون أسبوع حاسم لكن الأهم هو التركيز في كورة القادم لا يوجد لقاءات سهلة الفوز اليوم ثلاث نقاط بالآداء والدكاء لأنه لن نقوم كما نقول بكو ديفو وشما الأخر وننوجدوا رحنا للقاءات بوركي نافاسو الأهم هو كما كنا نشوفه بحضور الجمهور ليعود بعد سنتين لأن الفريق لازم له حضور تلك الجمهور نشوفه بدون جمهور أداء ممتاز وأداء عالمي نظن أنه بالجمهور رح يكون أداء أحسن بكثير في رأيك هل المباراة الأهم للمنتخب الوطني هي المنتظرة أمام منتخب بوركي نافاسو خاصة أنه كلا المنتخبان يمتلكها نفس الرصيد من النقاط ما تنساش أنه بوركي نافاسو حيلا مع نيجا مع نيجا وعبا كد اللقاءات بين دربي كما نقول دربي بين المنتخبات هي منذ البداية منذ القرعة كنا ننتظر أن اللقاء الحاسم رح يكون اللقاء آخر اللقاء اللح يجري في البوليدا إن شاء الله في تشاكر ضد بوركي نافاسو اليوم الحسابات رح نفس وش كنا نتصور أنه اللقاء الحاسم رح يكون اللقاء ضد بوركي نافاسو يوم ستاش نظن أنه أنا ما خبشي عليك أنا شخصيا نظن أن حضودنا كبيرة أنه نتأهل مشغل إلى المونديال أول نتأهل إلى لقاء السد هدايا اللي رح يجري في مور وراء كأس إفريقيا ونقدر القرعة في 22 ديسمبر نظن لكن نظن أننا الفريق تعنا وجاهز خاصة بحضور الجمهور نظن اللقاء الحاسم ما نظن لك الجانب البركي نافي صحة القول بدأ استفزاز الجانب الجزائري مبكرا خاصة بعد تصريحات المدرب بأن الجزائر لم تحترمهم ولم تتقبل كذلك التعادل في لقاء الذهاب الذي لعب بالمغرب ما رأيك في تصريحات المدرب وهل تدخل في إطار الحرب النفسية حقيقة تدخل في الحرب النفسية حتى ولو لو كان نشوفوا أنه في اللقاء تاع المغرب ضد بوركينا فاسو كنا نقدروا في الشاطئ الأول نقتلوا اللقاء بتلت أهداف أو أربع أهداف لحد ربما ما كانت معنا في ذلك اللقاء كانت بداية الموسم كانت شوية إرهاق بعد تحذير تاع بداية الموسم كانت شوية إرهاق تعلعبين تعنا حتى ولو الفريق بوركينابي عاد في النتيجة عاد النتيجة بسرعة كنا أقرب من الفوز لكن اليوم الحرب النفسية كما نقول شي عادية من منتخب من ناخب البوركينابي أنه يتكلم لكن نظن أنه ناخب الورطاني لكن في بعض الأحيان تخرج عن إطارها الرياضي مثلا طالب المدرب بتوفير الحماية وتوفير الأمن أيضا للبعثة البوركينابي هنا في الجزائر لازم ناخب الورطاني قلتك أنه بوركينابي حتى ولو يسي كما قلت يخرجك من إطار الرياضي في هذه الحرب النفسية تمتد في عدة ميادين لكن نظن أنه هنا الأهم أنه كما قال الناخب المطني جامل أنه الأهم هو أرضية الميدان الحقيقة هي فوق أرضية الميدان هذا هو الجواب الصريح والجواب كيفاش نقوله الأهم هو أنه يوم 16 الهضراء تكون فوق الميدان كما نقوله احنا بالدرجة الهضراء فوق الميدان ينتظر إذن كما تابعنا قبل اللحظات في البث المباشر أن يعرف لقاء بوركينافاس وعودة الجماهير الجزائر يالي الملاعب الملاعب أقول لمساندة المنتخب الوطني منتظر حضور 14 ألف مناصر ما مدى الدعم الذي سيقدمها اللعب برقم 12 بهكذا مباراة شوف اليوم احنا عندنا فريق تعنا فريق مستوى عالمي فأنا نجد نقوله بكل صراحة أن المستوى للحق بهذا الجيل هذا محرز وبونجاح وسليماني ودار كما نقوله طلع مستوى الفريق تعنا مستوى راقي كما نقوله اليوم لازم الجمهور تعني يكون في مستوى مستوى الفريق تعنا حتى شفنا الفريق تعنا العب بدون جمهور كانت فيه كانت فيه مهرجان تاع اهداف ضد النيجر ضد جيبوتي شفنا اشياء كثيرة اشياء ايجابية نظرنا اليوم حضور الجمهور تعنا اللي كما العادة يكون إن شاء الله هو أيضا في المستوى وعلى مستوى منتخب تعنا لحي تكون قوة كي باش نقوله هنستطيع اعتبار كل هذه المحطات والمباريات بمثابة فرصة تحضيرية جيدة للمنتخب الوطني قبل انطلاق كأس أمم أفريقيا بالكاميرا شوفنا نحن نحضروا اللقاع تاعة اليوم تاعة أمسية اليوم زيد اللقاع اليوم 16 وإن شاء الله تأهل إلى اللقاع السد ستكون لك سيسيرة كحتى تكون لك تكون الفريق والمجموعة في كل ارتياح أن تلعب بكل بكل حرية بكل رياحة نظن أنه هاد اللقاعين عملا كنت أسبوع حاسم لشهر لكان وللقاء الحاسم لقاء السد كل هذا الأسبوع سيعطيك أكثر ثقال المجموعة أكثر ارتياح حتى لو قلت لك لقاء اليوم الناس ستقول لقاء سهل لكن سهل ربما هكذا كما نقوله لازم فوق الميدان الدير العام اللي لازم تأهل والفوز ضد إن شاء الله البوركينا سيسمح لك أن توجد كأس إفريقيا بكل راحة ارتياح وتوجد لقاء الحاسم اللي هو أنا نظر لي أنا أهم أكثر من كأس إفريقيا أنا لي أنا اللقاء الحاسم هذاك ضد لقاء السد شكرا جزيلا لك ضيفي ناصر بويش على كل هذه التوضيحات شكرا جزيلا لكم مشاهدين الكرام وشكرا موصول لك أيضا نساما عفوا يا ابتسام شكرا لك شكرا لك سيناصر كم ستكون نتيجة اليوم شكرا لك شكرا لك